لقد جاء في الأخضار عن النبي المختار أن أفوال الأذكار ما إداه إلا الله أخبرنا به شيخنا المحدث مسند الدنيا شيخ محمد ياسن بن محمد عيسى الفالاني وكان يقمت في الرقة الأخيرة من الصلاة الصبح قال أخبرنا شيخ محمد علي بن حسين المالك وكان يقمت في الرقة الأخيرة من الصلاة الصبح قال أخبرنا السيد أبو بكر بن محمد شطا المكي وكان يقمت في الرقة الأخيرة من الصلاة الصبح قال أخبرنا السيد أحمد بن زين الدحلان وكان يقمت في الرقة الأخيرة من الصلاة الصبح ini ada Maliki ada Syafiki Syekh Yasin itu mendapatkan hadis ini dari gurunya Maliki tapi Maliki ini baca kalau Maliki kapan waktu kunut sebelum sebelum ruku kalau kita mbak ada ruku jadi ada perbedaan kan karena ini hadis musasar itu kan apa namanya al-ada penyampaian kan kebanyakan itu menyampaikan pada rukat akhir di pada solat kemudian setelah itu dan berkata akhirnya di selanjutnya dan berkata mengatakan Muhammad ibn Hussain Al-Hibshi Mubti Shafi'i di Mekke dan berkata dikata ingat siapa yang namanya Abdul Rahman Ibn Ibn Daiba yang punya itu kitab apa maulid ad-day saya dengan salat ini saya jahsakan kitab maulid ad-day ad-day itu di akhirnya nanti di akhir hadis itu dari Abdul Hassan Ibn Ali وَكَنَ يَقْنَتُ فِيهَا وَرِوَيَتُهِ وَكَنَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِهِ عَلِي بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ أنه يَقْنَتُ فِيهَا وَيَقُلُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَعَلِهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَدَعِلْ كُنُوتَا في الرَّقَعَةِ الثانية من صلاة الصبح حتى تغفية قال Ibn Tayyib هو ضعيف لجهالة غير واحد ولكن لمطنه شاهد صحيح أن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالصبح حتى فارق الجنة هذا يقنط بالكلمة لن يتقن بالكلمة يا وَقُتْ أَجَسُكَ وَأَجَسُكُمْ هذا الحديث بِالْقُنُوتِ في رَقَعَةِ الْأَخِرَةِ من صلتصصصصف عَالَّهُ اشتركوا في القناة